الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يعني بعض الفصائل كهيئة التحرير تجبر بعض الفصائل الصغيرة على بيعاتها فهل هذه البيعة صحيحة وهل يجوز التمرد من هذه البيعة الأصل أن كما قلنا أن البيعة بالأصل إنما هي للإمام والخليفة ولرئيس الدولة هذه هي البيعة الشرعية أما هذه بيعات الفصال إنما هي بيعات حربية هذا أولا الثنين لا يجوز مبايعة الغلاة وعلى رأسهم داعش والنصرى وما شابه ذلك ومنهم الآن هيئة ما يسمى هيئة تحرير الشام ثلاثة إذا أجبر أي فصيل على البيعة وفعل ذلك مضطرا فله أن ينسحبها هي بحكم غير الموجود يعني كإنسان يكرى على النطق بكلمة الكفر أو أن تجبر امرأة على الزواج فهذا عقد باطل أو يكره رجل على عقل فهذا كذلك عقد باطل وبالتالي هذه البيعة في أصلها والإجبار عليه إنما هي باطلة فله أن ينحل منها بل هو من حل منها في أصلها ولا يجوز أن يتابعها لا إلا إذا اضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم علي والله أعلم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة